حساب زمن الحقن الكلي او مع علي ناصر. وحساب زمن الكلي للحقن بيتوقف على ست عوامل. الست عوامل دول هم اه عندنا اول حاجة زمن والقالب. وبعدها الزمن المالي والزمن اللازم للتعبئة والتماسك والتبريد وزمن الفتح وطرد المنتج. هنضح تفاصيل المراحل دوت اول الاسمية دي عشان نقدر نحسب الزمن الكامل وكمان هنستعرض اللي حساب بطريقة مباشرة وسهلة جدا في نهاية الفيديو. الاول موضح الزمن اللازم لغلق الآلب. الزمن اللازم من قلق الآلب ده بيتم فقط قصير جدا. وبيكون يعني حسابه بطريقة عملية على حسب المكنة اللي عنده. عندنا زمن تاني وهو الزمن المالي او تايم. ده بيعتمد على اه كتلة المنتج والضغط للمكنة بتحققه. ومعدل العجم اه المكنة برضو تقدر تحققه. فخلينا نشوف نسال كده مسلا. اه انا مسلا معي هنا مكنة اه خاصة بيها مصفطة مكتوب فيها اللي هو معدل العدن واحد تلاتين جرام لكل سنيع. يعني المدنة دي بتقدر تعجن واحد تلاتين جرام في الثانية اه الواحدة. فلو خدنا كده مثال لحساب اه هنقول مسلا لو انا معي ممتج اه اه كتلته اربعين جرام. ومعدل العجم عندي واحد تلاتين. فنقسم اربعين جرام على واحد تلاتين. هيتلوع لي واحد ثانية وتسعة وعشرين من مية. فدي طريقة لحساب. اه اعتمادا على المنتج. ومعدل العجم الخاص بي المكنة اللي عندي. الزمن التلات اللي بنعتمد عليه عشان نقدر نحسب هو زمن التعبئة والتثبيت بعد المالية. ونبدأ الزمن التعبئة. زمن التعبئة باب يعني يعني بعد مرحلة المالية لازم نحافظ على درجة حرارة من حدوث تجند اسناء المالية. وكمان نسبت اه الضغط. فببساطة كبه المعادلة الخاصة بالزمن التعبئة بتعتمد على سمك المنتج وضربات الحرارة اللازمة اللي. وآ الخاص به الماتيريال اللي انت هتحقنا. عن طريق المعادلة دي بنقدر نحسب الزمن التعبئة اللازم. برضو هنقدر نحسبها زي ما هنشوف. في زمن كمان بيكون زمن اسمه او زمن الامساك. وده وقت يزم يعني عشان نحافظ على الضغط اللازم آآ ونعوض الانكماش بعد ما المنتج يبرد. وبيعتمد على شكل المنتج او الشكل الهندسي منتج وكتلة المنتج. يعني هنا بص على الشرط ده. عندي على الوقفة دي بالساكند وآه الكتلة خاصة بالمنتج على الرأسي بالجرام. آآ عن طريق الشرط ده ممكن نحدد تايم. والزمن الرابع اللي بنعتمد عليه لحساب السايكل تايم كلها هو زمن التبريد. وزمن التبريد ده يعني باختصار هو بيعتمد على آآ للمنتج. يعني حسب المنتج اللي عندك تخان تؤديه. يعني بص هنا لو انت بتحقن مسلا آآ نقول مسلا والتخانة بتاعته اتنين ملي هيكون زمن التبريد اللازم في حدود تسعة وتسعة من عشرة سانية. ده الزمن التبريد اللازم بشكل آآ تقديري من خلال الجدول ده. ممكن راجب من خلال السومليشن نقدر نحدده. والزمن الخامس وآآ وهو آخر زمن وهو زمن الفتح والطارد. يعني بعد ما بنحقن ونحافظ عدارة الحرارة وانبرض. بيبقى فيه زمن لازم لفتح القالب. زي ما احنا نشوفه بقى يعني يبدأ يفتح القالب ويبدأ يطرد. آآ وده بنقدر نحسبه بطريقة عملية. والبقى يبقى تعالوا نشوف آآ ازاي ممكن نحسب زمن الحقن الكلي او باستخدام آآ برنامج اكسل وباستخدام خاص بالموضوع ده. عن طريق ده احنا ممكن نحسب بشكل سريع. يعني كل اللي انت محتاجه يتكون عندك الملف او تحفظه بامتداد آآ آآ نعمل هنا براوز ونجيب الملف آآ اللي احنا عايزين نحسب له. ده الملف هو معينا. هتحدد نوع القالب انت هتشتغل ولا لو انا اشتغل وتحدد عدد العيون لو فرضة ان عدد العيون اربع عيون. او اللي انت هتشتغل عليه على فرضة ان هي بولي بروبلين بي بي. وبتكتاب له آآ اللي لخاص بالممتج. هنفرض عندنا اتنين ونص. ونقول له كالكوليت. هياخد سواني ويطلع لك النتيجة. هنا طلع لي تسعة عشر وتلاتة من عشرة ثانية. وكمان طلع لي شوية معلومات يعني الكتلة الفصة بالممتج ده خمسة جرام وتمانية من عشرة. والشوت او آآ الكتلة اللي انا اللازمة اللي هي الحقن هتكون تسعة وتلاتين واحد من عشرة. ده كده اللي انا محتاجه عشان اقدر احسب من خلال ممكن برضو من خلال شيط الاكسيل ده اقدر احسب آآ انا عندي هنا جدوة اللي على حسب كل خامة والتخانة بتاعتها. آآ طبعا هو ده هو اكتر رأت ويكون في آآ انا كل اللي انا محتاجه اللي انا بيدخل هنا اعرف آآ كتلة الانتج وبعض التفاصيل الخاصة بالمكانة عندي. وادخل على الاقي المكتوب هنا على طول. ممكن اغير الخامة واي تفاصيل انا عايزة. اذا محتاج ده والشيط الاكسيل. آآ اضيف ايميل لك وهمسلك نسخة من وبكده فيديو بتاعنا انتهى واتمنى يكون فيديو مفيد وانسسوش تعمل وسبسكرايب لي القناة تحياتي علي نظر.